الخلط بين فلسطين وحماس يقول لك أنت تقول لك أنه ما فعلته حماس خطأ يقول لك أنت هل أنت تعتقدت للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني قبل حماس يعني هذه المغالطة الموضوحة تقول لك يا أخي حماس فقط يعني ما تحدث عن فلسطيني هتحدث أن ما فعلته حماس خطأ خطأ فادح ولا يصب في صالح الفلسطينيين في غزة وفي كل مكان ولا في صالح العرب أيضا ويصب في صالح إيران فقط وهنين وقادة حماس هذا يعني هذا اللي هو الغراب في الموضوع إحنا قلنا نتنياهو بن حلال ابن ستين في سبعين واحد مجرم قاتل يمين متطرف أيضا هو كلهم الصحيانة كلهم هكذا بس إحنا ما نجب نطالس فيقول لك لا ما أنا كرحة مأساة فلسطين لا أقول لك لا أنت لازم لازم تطابع وهذا لازم نفس الطريقة عندما تتحدث يا صدام أنت ما ذا تفعل لماذا تدخل في إيران مئة كيلو متر دخلتنا في حرب ثمان سنة لماذا تدخل في الكويت هم الفلسطينيين نفسهم وليساندهم هذا الحماس شعوب حماسية شعوب حماسية يعني المبدأ أنا عندي العصبية مع المفهوم العصبية أدي بالخلدون أنا لا أعتقد المفهوم الصحيح الذي يجب أن يطبق والباحثين إلى اعتمادة والتفكير فيه مفهوم الحماس أن هنا شعوب حماسية مفهوم الحماس يأخذها الحماس ويربط فيما بينها الحماس والشعور بالانتماء الحماسي فيما بينهم وبدون وجود أي أسس قابلة للبناء عليها وتطويرها فيما بينهم هكذا عبدالناصر دخلنا في حروب أيضا وإذا ما تحدث ثالث ما فعل وعبدالناصر خطأ قلتها هل أنت مع الاستعمار هل أنت مع الغرب الكافر الغرب الاستعماري الإمبريالية هل أنت مع الإمبريالية قل لي يا أخا نتحدث عن سياسة عبدالناصر عن هذا شعلة الحروب والخلافات مع الآخرين بدلا من أن تبحث عن سبل كواسم الآخرين وحل مشاكلك معهم لا وهكذا القذافي استعمار الإمبريالية وهذا ماذا نتحدث نفس الشيء الآن مع هنية هذا الخطأ الذي يجب أن نتوقف عنه عندما نتوقف ونقول هذا الخطأ خطأ اتهت عند ذلك هؤلاء لا يظهر علينا أمثال هؤلاء صدّع معبدالناصر وهنية وبنية وعدوية ما يطلعون أيضا الخلط هنا من آخر الخلط بين الدين والقومية والدين والقومية والوطن الوطن هو هذا وطن كل الناس كل الموجودين يجب أن نظر عن أي شيء هذا الوطن مبدأ الوطن والمواطن انتهى الموضوع والمساواة شتريت بعد شتريت ما يوجد ما يوجد شيء آخر بعد هذا الدين دعني على الجنة انت تذهب إلى سير دين سير يهودي سير مسيح سير سير المهم هناك مجموعة البشر يعيشون في مقع وعهدهم في مكان وحد هذا لهم حقوق المتساوي انتهى الموضوع كله لا الاسلام المقدسات الاقصى الكعبة الكاظم والحسين وما إلى ذلك كل الشعارات ويطالبون الحياة بأن تطابق مع الشعار وليس العكس ايضا هناك خلق بين اليهودي والصيوني بين الاسلام والفلسطيني الفلسطيني فلسطيني هو منطقة جغرافية انت شعب موجود في هذه المنطقة شعب خلص لماذا خلط حول الاسلام ماذا قدم لك الاسلام ما علاقة الاسلام بالأرض بالجغرافية العلاقة عندك ايمان الشريد يقدم لك ايمان هل يبني لك دولة هل يبني يسوي لك بنية تحتية حتى نظام دولة ما عنده الاسلام هو مجرد الجماعة يوصول الحكم ويأخذون السط هايو هاي اسلام اسلام واستسلام انه انت جماعة انا اصير الحاكم الولي الامر النهائي هذا الاسلام وطبق شرع الله بالحقيقة طبق شريعتي انا الحاكم الواحد والباقيين هكذا ايضا هناك الخلط الرابع والخلط بين الرأي والخيانة ماذا يقول لك يقول لك انت تلوم الضحية والجلات فعليك ان تحتفظ بمواساتك لنفسك ان كنت لا تجرؤ على نقل جراء مكيان الاحتلال يتقل لي يا ابا نورط او عرض حياة الالوف للخطر وادانة هنية وادانة ما فعله هنية لا تعني تبرأة امريكا او اسرائيل يطلع لك واحد ينشر لك مقولة الغسان كنفة شو تقولها قليتها بداية يقول في يوم من الأيام ستصبح الخيانة مجرد مشاب نظر لها يعني اي واحد معناتها لازم لا يطرح مجاب نظر لأنه تكون تغطية للخيانة ولا يعرف لك ما هي الخيانة الخيانة مزاجة هو فلذلك تشوف غسان كنافة الآن اكتشفت عندها مقولات هذه المغالطات العجيبة زي يا ابا اقول لك العكس صحيح أيضا يعني وجهة النظر خيانة معناه واحد سألنا كبتها سألنا واحد قال ماذا تقصد العكس أيضا يعني ده تقول الخيانة ستصبح في يوم من أيام مجرد وجهة النظر أنا قلت لا على العكس أيضا صحيح قال ماذا تقصد قلت أنا وضح لك قلت لها الاستخدام لهذه العبارة الآن استخدموها كثيرين لتمرير هذا الخطاب والخلط قلت لك أدي وجهة كم ما هتا خلط تقريبا ثمان أنواع من الخلط أو تسعة هذه خلط بين الرأي والخيانة ما يريد يقول لك هو يقول لك أنه أنت لا تطرح رأي يعني هناك رأي واحد فقط وجهة نظر واحد فأي وجهة نظر أخرى معناها أنت خان لاحظ لمنطق السقيم المنطق الإرهابي لهذا هدف تبرير الإرهاب الإعلامي والسياسي اللي جميعنا نتعرض له أنا من الناس كنت أخشى أن أتحدر نصار أسبوع الآن في عصر الوسائل يجب أن أطرح رأيه وهذا يحدث ما يحدث هكذا تتطور الأمم أطرح رأيك مهما كانت قطاعك أطرح رأيك خلاص لن ترقى هي مقلوبة الدنيا أصلا وأعني شير طز بأمريكا وطز بإسرائيل وطز بالشرق والغرب وطز بهم كلهم الطز بالقائب السابق واللاحظ يعني أدي دائما موردي الخاص بي واللي لا يمكن أحد يبتزني عليه فلا أحتاج ولا أحتاج جامل أحد ولا أحتاج أنافق أحد فقط أحتاج أنه الإنسان تحترم رأيه الناس تحترم رأيه وناصر الإنسان أينما كان وأرفض العنف ومارس العنف لأنه لن يؤدي إلى العنف العنف وهذا كل أحد صارنا مئات سنين حروب مستمرة فيما بيننا ومن السيئ إلى أسوأ هذا يجيك يقولك لا الرأي يعني أصبحت وشهة نظر الخيانة أصبحت وشهة نظر يعني بحجة معناته أسوأ أسوأ ليس لديك رأي معناته هناك رأي واحد وإلا فأنت خاين خاين لماذا لا تعرف للقضية هل هي قضية فلسطينية لا هذا غلق ليس قضية هي مسألة نجي بأنه فرق بين القضية أو المسألة وهذا البحث سوف يفعلها بعدين لاحقا خاين لماذا لماذا للدين وهل يخان الدين الدين مسألة خاص كيف تجعلها مسألة عامة على أساس الدين إذن خاين لماذا لأي شيء لا أنت خاين خاين للفكرة التي في رأس للقطيء الذي أنا أنتمي عليه يا بأ أنت القطيء ما لتك هذا لماذا أنا تفرض عليه من قال لك أنا أقبل أن أكون ضمن القطيء الخاص بك لا حماسي خاين لأن هذا أنت وضعت معايير خاصة بيكان شو تحرفين لا أنت خاين وهكذا تعرض وجد لا أصبت لا تتحدث هم أنفس محماس ألقوا دماعة تفتح من السطوح لماذا لأن اعتبروا خاين القضية أي قضية ما تعرف قضية فلسطين هو تسمية غلط أصلا مسألة الفلسطينية على كل حال هذا موضوع بنقاش كثير الحقيقة أن من يتحجج بها الحجة الذي يقول لك التخائن هو الخائن هو الذي يستعملها كالسلاح لقمع وإرهاب كل صاحب رأي ووشة نظر بطريعة هذه الموالطة الفارغة كما أقول وهي كما تسمى بالفلسطينية دور فلسفي يعني أنت تقول الخيانة ووشة نظر ووشة النظر خيانة هذا دور فلسفي لن تخرج منه بنتيجة وهنا السؤال الأساسي المهم الذي نطلعه أين وشة نظر الفلسطينيين كما أقول أين وشة نظر لأنه مصلط على رئيسهم هذا القول قول غسار كنفان فلنك لا ويطلع لك واحد بعد ذلك هم منه باسم يوسف حلو البارحة شبت لقائه بير جوردون اللقائه حل بس أدهى أيضا أده مغالطات يعني يعني يقول لأنت الآن ماذا تفعل براحة مبالي أده مغالطات بس هو جوردون ما يصلح للنقاش مع واحد مثل باسم يوسف يعني كان من أضعف اللقاءات اللي سواها جوردون واحد طيب ومعرف شوش به يعني بلعب باسم يوسف إسرائيل يتحذر الناس قبل ساعتين قل له لا شكرا جزيلا يعني رحم الله والديهم أو طيبين أو يعني يقصفون مكان و يحذرون قبل ساعتين فهو أيضا فيها مغالطة لأن هي حرب يعني الطرفين مفروض أنه يحذرون المناطق المدني وخلص يعني مسألة طبيعية يعني هي حرب فهو وكرسة فقه وهذا الكلام جميل بالحقيقة مغالطة أيضا فهو يتحذرك يقول لك خالس ساعتين وهو أيضا كذب يعني هو مظهريه لأن هي حرب بيناتهم والقصد هو قتل الشعبي فلسطين بصراحة يعني واضح أنه إسرائيل متعمدة انتقام بشع وهذا موضوع نتناقش أيضا هناك من المغالطة الأخرى هي التبرأ بالرقابة الذاتية أو شرطنة المجتمع أو تحويل الأفراد إلى شرطة داخلية كل واحد يصير شرطة على أخي على صديقة على كل وتلقى في اليوتيوب يطلع لك يطلع لك فيسبوك يطلع لك في كل مكان رقابة عليك لا تتحدث لا تتدفس وعلها فأنت كافر وأنت خان يشعون هذا جو الإرهابي الكامل والذي من خلاله يسيد والولي الفقه ويسيد علينا زعيم حماس ويسيد علينا إشعيط ومعيط وهكذا وجرار الخيط كما نقول بالإرهاب هذه الشعوب الحماسية هي هذه طبيعة رقابية ودائما التجيد الفرد في هذه الشعوب الحماسية يخوض حرب أعلامية بالفترة ويفعل أي شيء لنصرة القطيع البشري الذي ينتمي إليه لهذا يكذب بسهولة تامة بل أنه لا يشعر بأنه يكذب وعندما تكشف له هذه الكذبة يتهمك بالنفاق يعني تخيل يعني أنا اليوم ما أحد بالصفحة مالتي بالفيسبوك قلت هذا الذي فعلته حماس خطأ هائل وكبير قال لي هذا كلام تافه تفاهم عندك وإحنا ليس ناقصين هنية وأخوته وأخواته كلهم ماتوا ومبارح قتل لهذا الشخص قتل حاول أن تكون مؤدب أولا شنو بلاشتفاها منك وهنية معروف الناس كلها بتعرف أنه في قطر وأبناء موجودين في سويسرا سيارات الفارهة وش اسم شاب اسم رضوان في خناة خناة سامي الديب هو قال قال عني شايفهم قال عني شايفهم في سويسرا سيارات فارهة يجولون في سويسرا يقول لي هذا الشخص يقع تعيش واحد من أخوة وشقاء هنية قتلتهم بإسرائيل مبارح قتلت ماك هذا حققت بنفسي ما فيه كيف حكيم قصة إسرائيل بيت قالوا هذا بيت هنية واخوته لكن ما نسق قالوا سقط 14 لكن مو من عائلة هنية ما تعرف خبر غامض ما مفهوم طلعوا بعض المواقع قالت 14 واحد من عائلة له يعني حتى الغبي اللي ما يفهم يعني يعرف بأنه لا يعقل أنه واحد أنا أخوة هنية وفي غزة ووروها أسكن في هذا البيض وكان شيء لم يكن أي حمار يصدق هذا كلام يعني هنية وغزة تحت النار وهي هذه هاي الكتب وأبقى ساكن في هذا البيض يعني معقول أي إنسان يأقل هذا الشيء شوف الكذب الإعلامي الرخيص وبعدين واحد يقول هنية موجود في غزة مغادرها والعالم كله يطارده كلام كلام يعني شوف هذا أنا يقول هذا التبرع بالرقابة الذاتية وشرطنة المجتمع والشيطنت الشيطنة تحويلهم إلى رقباء على بعضهم البعض وجواسيس هذا هو هذا السبب يكذب يكذب بسهولة وقدما قلت تعال تحدث لي يقول لا أنت منافق من جواب هذا جواب قال لا أنت منافق من هو المنافق المنافق الذي يكذب هذا الكذب الرخيص يشوف يعني وبعد ذلك عندما أسقطت كل الحاجة لا تتافه يقول ها أنت محقق كونان ستدور على هذه المعلومات قلت ما دور على وتطعت المعلومات ستحقق من الإدخل وأنا إعلامي إعلامي مهترف يعني رئيس تحرير وكالة باق يعني عشرات خرجتهم على إيل فأنا أعرف الخبر من السماء أعرف أعرف أصمي تفكيك وتحليل كامل مجرد أشوف الخبر أعرف هذا الخبر الصحي غلط لغويا يعني مجرد أشوف أعرف فأعرف اللف والدوران بالأخبار وأعرف الحقائق الأمور لا يمكن أن تمر عليه فخبر مقتل 14 من عائلة ثانية خبر غامض ومزيف وتحققت منه بنفس واضح أنه جزء صار من الحملة الإعلامية كلما هنالك إسرائيل قصفة المنزل وهذا المنزل أكيد فارغ حماس يترك أهله وأخوته ينامون ببيوتهم هذا أما أكبر الكذابين أو أكبر المجانين وعليه أن يراجع أقرب مستشفى ولا هو الإسرائيل الكلاب ما قصروا المستشفيات أيضا هناك المغارضة السادس أو الخلق السادس بينه حجة الضعف وحجة الجريمة ماذا أقصد بهذا البعض يقلك لا المقاومة وعلينا أن نناظل بكل الطرق وإحنا ضعفاء ويجب أن يعرف العدو أن ناقوياء لا بأس ما بهاش القاوم أنا ما منعك بلعك أنا أدقوك وأحر أحفت الفلسطينيين على المقاومة وعلى عدم الخضوء لإسرائيل بكل الطرق لكن مو تروح تسعد باس وتفجر نفسك هذا جنون لأنه رح تخسر إنت رح تخسر أنت عندما تكون بهذه الطريقة الإجرامية أنت خسرت قضيتك أنت شوهت سموتك مجرد أنت عبالت عن غيرك وكراهيتك للآخرين لا أنت عليك وهذا من السبب السبب القيادات قيادات رعائية القيادات مو ناس أوادم ناس محترمين ناس على قدر من وعي ومن المعرفة ومن الاطلاع ومن الحكمة يعني أنا لا أحب كلمة الحكمة بس يعني أنتم حكمة كل أحوال يعني على وزن يعني ومنين تأتي لهم كلهم من جذور بسيطة يعني جذور من عوائل غير متعلمة أو عوائل ما تعرف أسعبت الظروف ما كانتهم عراقة في الثقافية ولا مستوى ثقافي جيد فبالتأكيد رح يطلع واحد مثل صدام يعني شي توقع يش يطلع يعني يطلع لك عبقري يعني هو ابن شارع يعني ابن شارع وشقاوة يعني قبضاي أو فتوة بالمصر كان يعني أجروا يروح يقتل الناس وكلما يتحدث مع عمره 18 18 يتحدث إلى هذا أي واحد يزأجكم يعني يعني يطلق يشتريها بدينار ما تكلف ما يكلف طوني دينار ويقتلكم أي واحد وهذه موجودة حوادث موجودة فمعناته أنه أنت فقير مثلا وفق هذا المنطق الخلق بين حجة الضعف وحجة أنا ضعيف وفقير فأفعل ما أشاء يعني أنا مظلوم مثلا أروح أقتل يعني واحد ظلمني أروح أقتل يعني هذا كان صارت غابة يعني يعني مش منطق هذا يعني أنا محتل مثلا وأرض محتلة أضطر الدفاع عن أرض هذه ماذا أفعل أروح أقتل أطفالهم أطفال العدو مالتي صغار وكبار هل هذه الطريقة يعني أنت ضعيف لا بس مو معناته تضطر أن تستخدم أقدر الوسائل لثوات حقيقة لا يقول لا 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 هناك مليون فرصة يا أخي مليون فرصة وأكبر الفرص قلتها أنه أنت تتحضر وما دام الآخر يزعم بأنك ما زلت متخلف وما زلت إرهابي وتمارس هالفعال معناته أنت بينك وبين الحضارة بون شاسع أنت لم تفتقي إلى مستوى الحضاري الأخلاقي الذي يتحدث باسم الجميع لا نقول أن حقوق الإنسان مطبقة لكن هذا الكود الأحاقي موجود يجب أن تلتزم به تلعب من تحت كما تلعب أمريكا بحقوق الإنسان كما يلعب الإسرائيليين فيها كما تلعب جميع الدول تلعب بها أنت أيضا يلعب به أخي لكن أنت التزم بالكود الأخلاقي صحيحة مثل ما فعل ماندلا مثل ما فعل غاندي كيف يفرقك عنه يعني تعلم لماذا لا تعلمه لأن هذا هذا السبب لأننا لا نقول للمخطأ أنت خطأ لا نقول لهنية ارتكبت حماقة وضحيتها ورقب هؤلاء الآلاف الضحايا في رقبتك طبعا في رقبة إسرائيل المجرمة الأساسية لكن المجرمة الأكبر هو هذا الذي استحترى بحياة الناس سلموه أمرهم وشأنهم وفرط بهذا بمسؤوليته هاي مسؤوليتك مسؤوليتك أن تحمي شعبك مو أن تضحي به وتلقي به بالتالك بهذه الطريقة الرعناء هاي الأربع تلاف كان ممكن هذول الأربع تلاف أن هاي المليارات يجيكم هالأمار تقدم لهم وتحولهم إلى الناس على مستوى عالي من الثقافة والوعي والتحضر والابتكار والإبداع وتقدمهم نموذج ساطئ الفلسطيني الذي يعني يدخل في حلبة الصراع مع الآخرين الثقافي والحضاري والإبداعي عند ذاك ينظرون هذا تلقى أجيب كبير كانت كلمة فكر كبير هذا وكلهم متلاحمين وهناك مشروع يقوده هنية ومنية وبنية وأي واحد مشروع واحد إنسان يقود هذا المشروع هاي المقاومة الحقيقية مثل ما فعلت اليابان وعاي المانية عاي المقاومة الحقيقية مو مقاومة الحقيقية والله أنا ضعيف وهذه الحجة العاطفية أيضا هنا الخلط السابع هو الخلط بين الانتجة والسبب تقول له ياابا هنية هو المسؤول يقول لك لا شو نقصك من قصف المستشفى قال لي ياابا هنية هو الحماسية اللي ارتخبت هاي الخطأ ورجع واختفه بالأنفار قال لك لا ليش هو من قصف المستشفى أنا قل لك ايه نتنياهو قل له ياابا هذا هنية هو الخطأ هو الحماسية اللي ارتخبت المشكلة هي اللي شعلت النار وما تقول الناس بها من الطرفين وقل لك لا من احترف الفلسطين اهدي اخنا اتحدث لك عن هنية اتحدث لك عن خطأ عن سلوك عن موقف قل لك تحولني تخلط بين نتيجة السبب يعني شوف الخلط هذا هو هذا الشعور القطيع السحبة ما يخلي فكر قل لك لا هو من يضرب المستشفى ينظر الى النتائج لا ينظر الى اسباط أنا مثل واحدة عرفه مثلا كان زوجته تركته فأولاده يجعوا مرة أولاده يجعوا أبونا ترك البيت ونحن لا نحبه بعد ياابا انت اللي ازر أبكم تسوي مشاكل لا هو ما يفكر هو رسخ في ذهنه هذا التفكير البداعي هكذا ينظر كما ينظر الى النتائج النهائية قصفها مستشفى قتل أطفال أطفال معي أو ضدي إذا كان من جماعتي ومن أهلي ومن ربعي أتباك وأصرخ شوف ماذا فعلوها المجرمين أوكي مجرمين أنت تقتل الأطفال الآخرين لا شوف هاي مقاومة هؤلاء السفلة يستاهلون يسرقون سابقا وقتلون ويفهدون فما عندك معايير هذا غياب المعايير الأخلاقين فهذا الخلط بين النتجة هو مشكلة خطيرة جدا علينا أن نتربى ونتعلم بأن المخطئ أنت مخطئ أنت الذي قمت به خطأ لا يصف في الصالحة الجماعة التي أنت تزعم بأنك تدافع عنها هاي الحقيقة قلها بصراحة ولا تخشى عندما نكون بهذا المستوى صدقوني لن تبقى لإسرائيل باقية صدقوني هذا عندما نصل لهذا المستوى مثلا يقول لك واحد شي يقول لي أو النظر بعين واحد هاي واحدة من حتى أخلص الثامنة والتاسعة هاي الثامنة والتاسعة حتى أخلص النظر بعين واحد يقول لك إدانة إسرائيل لا تكتمل إلا بإدانة حماس وكل من على شكلة حماس الخلط بين حق المقاومة وباطل ما أعرف كتبتها ما أعرف يقول لك هذه ليست حرب بين دولتين هي بين محتل ومقاوم وحق المقاومة مدعوم بكل قوانين العالم نختلف مع حماس أديولوجيا لكن ليس من حقي أن أسلبه وحق مقاومة المحتل يعني ما 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 نختلف على الموضوع يعني أنا أقول لك مقاومة حق والبلد محتل البلد الوحيد المحتل بالعالم آخر بلد محتل لحد هاي اليوم كل العالم كل بلدان العالم تحررت ما أدا فلسطين اللي ماذا وهذا السؤال خطير مو أوكي يدين إسرائيل يدين يدين هم هم السبب الرئيسي لكن السبب العاخر هو المنطقة نفس لماذا أبقي احتلال الفلسطين لماذا أنا برأيي أنا ما أعرف تفاصيل لكن برأيي لأنه إسراء بين الطرفين لا يثق أحدهما بالآخر يقول لك أنا أطيك سلام وخليك أنا سلام هاي حماس أسويها هدنة لكن لا من جانبها يقول لك إذن أنا ما أطيك حقها وتروح أضرب رئيسك بالحيطة يعني هاي القضية أنا عندما أخاف من جيراني ليش ليش أطي حقها لا أخلي حقها عندي خلي دائما مضطر إلى أن يكون تابع لي وأقلل من الشأن دائما وهذا ما تفعله إسرائيل قلل هم يحتقرون العرب والغرب أيضا يحتقر العرب بسبب هذه التصرفات أنت قدم نمونج ناجي خلاص وعدما نقول عندما ندين إسرائيل وندين التصرف حماس عند ذلك نوصل إلى الطريق الصحيح فالخلط بيننا تقول لك لا أنت مع الصهاينة أنت تحبط معنويات تهبط من معنويات أي معنويات أنت جاء الناس جاء تسحق بالأرض البنايات تسحق بالأرض فالتعدم يكون هناك صراع بين الجيشين بين نوع ولو فرق بالقوة 10% بين يعني أقل يعني مثلا هذا عقوة من 10 مرات لعبه بس لا وجود لأي مقارنة بينك وبين العدو ما عنده غير الخيار السلم وخيار المقاومة بالهجار يالله يطلع مليون كل واحد الحجارة كاف هاي الحجارة الحجارة هاي ما سوى طولة الحجارة لأن الخلط الأخير هو الخلط بين الغاية والوسيلة أنا أقول الغايات الرفيئة دائما نطلب وسائل رفيع أو على الأقل وسائل سليمة وواقعية ومعقولة وممكنة يعني ممكنة على مستوى الأجازي بس مستحيلة تريد تبني بلد ناجح لا تسير خلف قتل أو عقائدين يحاولون قضية شعب كامل إلى قضية دينية أو إلى قضية تابعة لجهة خارجية متعصبة شكرا جزيلا وأراعكم أصدقائي دين إسرائيل دين هم السبب الرئيسي لكن السبب العاخر هو المنطقة نفس لماذا أبقي احتلال لفلسطين لماذا أنا برأيي أنا ما أعرف تفاصيل لكن برأيي لأنه إسراء بين الطرفين لا يثق أحدهما بالآخر قل لك أنا أعطيك سلام وخليك أنا سلام هاي حماس أسويها هدنة لكن لا من جانبها فقل لك إذن أنا ما أعطيك حقها وتروح أضرب رأيسك بالحيطة يعني هي هذه القضية أنا عندما أخاف من جيراني لماذا أعطي حقها لا أخلي حقها عندي خلي دائما مضطر إلى أن يكون تابع لي وأقلل من الشأن دائما وهذا ما تفعل إسرائيل يحتقرون العرب والغرب أيضا يحتقر العرب بسبب هذه التصرفات أنت قدم نمونة ناجح خلاص وعندما نقول عندما ندين إسرائيل وندين التصرف حماس عند ذلك نوصل إلى الطريق الصحيح فالخلط تقول لا أنت مع الصهاينة أنت تحبط معنويات تهبط من معنويات أي معنويات والتجاجة جاء الناس جاء تسحق بالأرض البنايات السواب الأرض فمعنويات أنت عدد ما يكون هناك سراء بين الجيشين بين ولو فرق بالقوة 10% بين أقل يعني مثلا عقوم من 10 مرات لعبه لكن لا وجود لأي مقارنة بينك وبين العدو ما عنده غير خيار السلم وخيار المقاومة بالهجار كل واحد الهجارة كاف هاي الهجارة الهجارة هاي مستوى ثلاث الهجارة لكن الخلط الأخير والخلط بين الغاية والوسيلة الغايات الرفيعة وسائل الرفيعة أو على الأقل وسائل سليمة وواقعية ومعقولة ممكنة يعني ممكنة على مستوى الأجازي بس مستحيلة تريد تبني بلد ناجح لا تسير خلف قتل أو عقائدين يحولون قضية شعب كامل إلى قضية دينية أو إلى قضية تابعة لجهة خارجية متعصبة شكرا جزيلا وأراكم أصدقائي أستاذ منصور ما هو لك بالكتب السماوي يعني الكتب هي موجودة يعني عاشق الهدوء هو لا وجود سماه السماه لفظها افتراضية يعني السماه خداع بصري بس هي دائما يعني كتب السماوية ما بها معنى يعني تقراها بس هو القارئ هو الذي يمنحها معنى فالقراءة هي اللي ابترينا بيعني كلهم يقرؤون يقل لك يا القراءة الصحيحة فبالنتيجة هي كتب أرضية يعني القراءة قراءة أرضية لأنه حتى داعت من السماوة من سابع السماوة بس هي بالنتيجة انت راح تقراءها فتحولت صارت أرضية شئت أما بيت وهي أيضا لغة فإذا اجت من السماوة من أين أتت اللغة هل اللغة نسلت من السماوة يعني ما ترهم فبالنتيجة سواء صدقت بها سماوية أو إلهية أو غيبية أو لم تصدق فهي بالنتيجة هي أرضية وإلها علاقة بالواقع لك أنت ابن الواقع إذا كان هناك أناس موتى يقرؤون هاي الكتب وينقلون لنا المعنى عادك هذا بحد آخر كاردوخ هذا كرد الصديق الرائع يقول كاكا منصور الرائع صاير هيته صاير هيته يا الله يعني الشيء بغجل نخزل منه تحدث أحمد المؤتمد يقول الصعبة التوعية الصعبة والنخب تغازل غباء الشعوب بدل ماذا يقولون لهم حماس هي بدأت بدأتي وتسببت بهذا الدم الحالي قاعدين يطلعون الفنانين والنخب يلطمون لنتيجة فعل حماس هو هذا المشكلة الآن أنها القضية التي قلت مبدأ الأساسي أنها ستسقط إيران وسيتم أسقاط إيران لأنه يجب أن تسقط إيران ليس العداعا لإيران ولا صداقة لا أنا تحليل شخصي أنها إيران ممكن احتواءها والسبب هذا التدخل في هذا الأمر لأن السعودية بعد تطلع الدين أصبح مدمر للمجتمع لماذا؟ حتى نكون أوضح بهذه السورة ونضح تكون سنر في رأي أنه الآن المجتمعات لم تعد بهذا الدول أو كل السلطات أي السلطة السياسية الآن تحتاج إلى مجتمع متعلم تحتاج إلى مجتمع مبدأ تحتاج إلى أفراد يونيك يعني فرق عده كفاءة فنية كفاءة هندسية عده كفاءة طبية عده كفاءة تاريخ يعني كفاءة علمية بأي معنى المعاني كفاءة فنية فهؤلاء لا يمكن أن يستمرون تحت وطعة الغسيل الدماغ الدين السعودية طبقت هذا المشروع لكن تركت شعب جاهل شعب مجهل غير متطور متخلف فالتريد تتطور كيف تتطور كيف تتنهم تشعر شوف الأمارات كيف تتطور جانبها وتشوف تركيا أيضا كيف تتطور إيران العدو اللدود تلقعت طبقة متعلمة صحيح هما سيطرة هيمنة دينية لكن الشعب الإيراني شعب مثقف أقوى من التيار ديني لازم نلاحظ لازم نفرق بين الشعب الإيراني والسلطة الإيرانية أغلبية الشعب الإيراني الشعب علماني علماني الصرف لحتى هالأعلى علينا نفهم هذا الشعب السعودي شعب بسيط يعني لحد العقود الأخيرة بالأخير بدأوا صار عشر سنوات ينكبغون أنه يحتاجون شعب متعلم الشعب على مستوى معرفي عالي على مستوى علمي عالي على مستوى عقلي عالي فالدين لا ينفع بهذه هل يحاول الجميع إلى قطيع فبالتالي وجدوا أنه في طريقهم للهاوي للدمار الكامل وأحداث 2001 اجتهم فبالتالي الآن الخروج من الخطاب الديني ليس رغبة من السعودية ولا من رغبة من حكام المنطقة لا حاجة أساسية علينا النفط إلى هذه المسأة أوروبا نفسها الغرب نفسها كيف تطور عندما أصبح الدين عائق للتطوير هذه المجتمع يعني الدولة تريد تريد سوى دولة حديثة يعني مو حبا بالناس هو وقل كان مسيطر ومرتاح شو مشكلة القوة المهيمة الاقتصادية يعني مثلا أنا أملك 10% من طروط البلد كيف أدير هذه العشبه كيف أستطورها لابد أحتاج إلى أفراد وتعلمين خبراء إبداء الأفراد أصبح حاجة أصبح حاجة أساسية للقوة المهيمة على المجتمعات القوة يعني المسيطرة على الثروة والسلطة فالثروة والسلطة الآن تحالفوا من أجل أن يتطور تطور الجماعة البشرية التي يهيمنون على مقدراتها فالدين لا يفعل هذا يفعل العكس تماما لهذا السبب أربع تطورت لأنها تريد أن تتسابق فيما بينها أنها تتعلم فرنسي وإنجليز اخترعوا سفينة جديدة قوة محرك بخاري كيف أتطور أنا وعندي رجال دين يغسلون الأدمغة ويدمرون أي فرصة لأي باحث علمي ويتدخلون في سيارة كبيرة لن أتطور بالتالي السياسيين تشعروا بدأ الصراع وبدأوا يغذون احتضنوا المفكرين ومثقفين التنويريين ومع الوقت بزاغ نجمهم وطلعوا العلماء وفكرين وهذه أوروبا صارت اللي شوه بالسعودية انتبهت لهذا الموضوع مو حبا بالعلم ولا حبا بالتغيير ولا حبا بالغرب لا ولا كرها بالدين لا لأن الدين لم يعد نافعا علينا أن نفهم العالم هذه القضية وهذه المسألة ضد مصالح رجال الدين في إيران والطبق المهيمين وهذا السبب يجعلهم يدمرون أي بلد يدخلون به هو هذا السبب علينا أن نفهم هذه المسألة هذه المعادلة جدا مهمة مهمة اللي يفكر بها ويمضيب هذا التجاه سيجد أشياء مترابطة جدا دائما أفكار رئيسية وأدعو الأصدقاء يعني بس يذكروني على الأقل يذكروني الفكرة اللي أطرحها ما لدي أكثر من هذا بس المهم يدخل بها راح ممكن يحولها معمار فكرة يسولها معمار يسولها مقدمة واستنتاجات ويسوق لها أمثلة ويبحث في الموضوع فأكيد أنا أتوقع أنه هذا عندما راقب الأمور بهذه الطريقة سنجد أن الدين في حالة الحسار إجبارية وإلا يعني مجتمعات نهارة نحن كأفراد كلنا نحن بدنا نشعر حتى على مستوى الفضاء حتى المتدين الآن المتطرر جدا عد يشعر بالقلق لأنه يقول لك أنا لازم تغير هذه مشكلة مشكلة كيف تغير أنا ما قدر جديدة الدين ما يقدم لأجوبك الدين يلغمط يلغمط بالعراق يلغمط يميع الأمور ويحولها ويسفحها ويخليك لا تصل إلى حقائق ملموسة إلى قرارات سليمة تخطط بها حياتك وتفتح بها على العالم وتتفاعل معه سلبا وإيجابا يعني أخدا المشكلة كل شيء يدعون إلى القلق يعني ما يجري يعني المشكلة أنه هذول الناس القليلية المعرفة هم الذين يقودون المعرفة الآن ويقودون أو يتحكمون بالمعارف الناس ويمنعون عنهم حرية إبداء الرأي أو يسلبون حق بإبداء الرأي شكرا جزيلا الصديق لوقيانس يشوف آخر وقتها الصديق لوقيانس يقول لا يوجد تأتي من السماء طبعا حتى إذا أجي كتاب يعني كتاب كتاب هي فكرة أنا عندي حلقة عن أسطورة الكتاب فكرة الكتاب حتى فكرة القرآن أنه هذا الكتاب لا يرابي فيه هو يقصد التوراة ففكرة الكتاب فكرة سحرية داخل الوعي البشري خاصة في الملطقة حتى أن كنت صغير يعني دائما أطلع متعول حياتي كلها أطلع دائما بدي كتاب لأنه أخاف عند مجال أفرغ ربع ساعة أو شي أقعد أقرأ أو أصعد بسيارة كنت أصعد سيارات بساطة فدائما معي كتاب أقرأ فالناس يروني هذا عندك كتاب فالشي هذا لأن كنا سكان مدينة ليس كبيرة فالناس مستطع فيشعرون بأن هذا يؤدي كتاب شيء خطير شيء مهم فبالتالي الكتب دائما تأتي من السما هي ألهام لأنه يعتبرون الإنسان الذي لديه كتاب أو يأتي بكتاب جديد يعتبرون هذا شيء خارع ولحد الآن عندما طلع الكتاب يسأل حفلة وهدايا والتعليقات ألف مبروك طريق محافل بالإبداع وإنجاز بعضهم يجفؤون آلاف الدولارات من أجل أن يطبع كتاب وهي مجموعة قصائد مثلا أنا عندي عشر دوائل مطابع بس يعني يعتبر الإنجاز وبالحق ما بها شيء لأن فكرة الكتاب هي فكرة صحرية بالأصل والكتاب من أصل كلمة من قطب يعني لما تحليل الكتاب يقطب قطب وكتب فهي لخياطة الكتاب وهذه سببه الكتاب القرآن أو المصحف هي مجموعة صحف يربطوها مع بعض السير القطب فالقطب أصبح كتاب الكلمة أصل الكلمة الكتاب من القطب أو التقطيب الشعب الإيراني عاش جحيم الحكم الديني الكهنوتي اي لكن الشعب الإيراني قوي الشعب الإيراني مو مثل شعوبنا الفردي والجمعي والانتماء للجماعة دائما هناك حدود مش انطباق كام كما يحصل لدينا بالشعوب العربية خاصة ومشكلة الشعوب العربية ليست تديدة وليست علاقة لها بالإسلام فقط والعرب وفكرة العروبة بالعكس الإسلام والعروبة هي نتاج لهذا طبيعة المستماعات الأصلية من أيام إسكندر لهذا اليوم نحاول أن نتوحد ولكن بالحقيقة نحن لا نتوحد فكرة التوحيد هي قتلتنا إذا هناك فكرة قتلت شعوبنا فهي فكرة التوحيد دمرت شعوبنا ومسحتها تماما عندما نتخلص من وهم التوحيد عند ذاك فقط سيحدث التغيير وإلا لن يعد التغيير نهائيا بيننا فكرة التوحيد هي الفكرة القاتلة التي دمرت شعوبنا وهي مستوردة بالمناسبة برأيي من أفلاطون لا غفر الله لا هو عليها لأنها تطور فكرة المثال والإيدياليزم وبدت قال الله هناك مثال وهذا المثال هو الخير ومثال الخير أصبح لدى شعوبنا مثال هو الله أو يهو اليهود أيضا تحول كانت إله تفريدي ويأبدون أكثر بالإله تحول من التفريد إلى توحيد قالوا بالسماء يعني إجا كورش بال 539 أسقط بابل وكان آخر حاكم نبو نئيد وقالهم قالهم هذول الذين يعبدون إله السماء فجد حت برأسهم الفكرة أحس أحسب تعبير خزع المازيدي جد حت برأسهم الفكرة إلهنا بالسماء مش في القدس يعني ما في نبقى بالقدس وين ما نروح الإله معنا موجود منتقنة الفكرة أنه قال الله يجب أن يحكم الجميع يجب أن الجميع يطيعونه ومن لا يطيعه فهو كاف لأيه فكرة هو تعبير رمزي لفكرة السلطة والقانون والحكم الصديق كاردوغ كوردي كاكا منصور 50 سنة كنت أصر لبعدين صرت ملحد بالعاف قال لا أنا أصلا ما صرت ملحد لأن أصلا لم أكن مؤمن يعني البعض قال لي أنا على أساس أصير ملحد أنا أصلا ليس مؤمن يعني في حياتي كلها لم أكن مؤمن ولن أكون مؤمن لا أستطيع أن أكون مؤمن أصلا ولا ملحد طبعا الذي لا يستطيع أن أكون مؤمن لن يكون ملحدا تحية الحرية للجميع من صديقنا بابا جرمان بابا جرمان الصديقة رانا جوردن أهلا وسهلا تحياتي أعلنت إيران أنه إذا لم يشتاحوا بري يسلموا الرهان طيب إذا بدك تسلمهم لماذا عملت عملتك ما افتهمت أعلنت إيران إذا لم يشتاحوا بري ها ما أعرف لا أنا أعتقد لا الإسرائيل الآن ما أعتهم ما أعتهم أن يضحهم بالرهان لأن هذه الورقة عادة لنسقطوها حتى ورقة التسترة بالنساء والأطفال أصبحت مسألة يعني يعني خردة قل لك خلاص حماسة متخلية تتدرع بالأطفال والنساء خلاص يعني قل لك شب 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 العالم كلما عاني خلاص وهذه ضربة والمستشفى وسواء كانوا متعمدين أو غير متعمدين ما يهمهم بعد قل لك قل لك قل لك قتلت في 1320 حرب مفتوحة خلاص أنت بايا أو مخلص أنا كمان بايا أو مخلص ما عنده مجال أنت وصلت وصلت الأمور إلى هذا الحد أنت هنية وصلت الأمور إلى الحد والذي ضحك عليك وخلاك سويها اللي هم إيرانيين عشان لا ينهار الخطاب الديني هو اللي راح يربح من بس أنا أتوقع هاي العقوبة ليست لغزة راح تكون غزة راح تكون ستدفع ثمن ثمن حماقة هنية و وإسرائيل ستتولى الموضوع بإجرامها المعروف ولكن إيران سأنتوقع حرب شعواء ضد إيران يعني مثل 11 سبتمبر في نيويورك قررت إسقاط صدام وإسقاط حكومة الطالبان ستدخل أمريكا تدخل عسكري مباشر هذا التوقع أنا أعتقد بقناعة شبه مؤجاز بها إيران لا يمكن أن تبقى بعد العام كحكومة مرفوضة لأنها أصبح خطرها أكثر من النفع لأن دائما سياسيين هكذا يحسب حسابات البيضر يعني الربع والخسائر بعدما يشعر بأن هناك الخسائر أكبر من مثل التاجر أنا أشتري هذا مكان يجلب أرباح ولا بسيطة خليه ولكن عندما تكون حجم خسائري أكبر من المسموح لديك لا حماس التطرف بين اليمين المتطرف الإسرائيلي واليمين الإسلامي الحماسي وباعتبارنا شعب حماسي فهذا كان نتنياهو أسجل جتا من السماء بقى بالحق بينما نص نص التطرف هو من هذا نتنياهو نتنياهو فقد ثلاثة كتب نزلت من السماء بثلاث لغات فقط يعني إله السماء فقط يقرر ثلاث لغات هو نزل بنفسه ما عنده كتاب هو كتاب نفس فكرة التي كتب الإبراهيمي أن النصوص صادرة من مصدر غير بشري وهذا أمر غير ممكن علميا لأن اللغة فعل بشري طبعا صديق لغة نسية هكذا بس هو مع من ليش عمل بطولات وورط ليش عمل بطولات وورط أهل غزة المدنيين هاي هو يعني إما حماقة وإما عمالة يعني عمالة وخدم اليمين المتطرف عمالة لإيران لأن إيران قنعوه وما يقدر ودفعوه ثمن كل شيء بفلوسه يعني لا توقعون يعني العلاقات بين السياسيين كلها فلوس فلوس ومصالح والشغل هي مو فساد يعني بعض يظن بأن السياسي هو فاسد هو فاسد طبعا السياسيين والقادة السياسيين خاصة لكن السياسي بدون فلوس ما لا يقيم الفلوس هي قوة السياسي يقدر ملياراته ليس يجمع الفلوس لكي يمارس هواياته لا السياسي إذا ما عنده فلوس وما عنده قوة خلص هذا ما قيمته ما لا قيمته فبالتالي إذا ما يقل إطلقك مليارين دولار إيران مثلا تطل هنية مليارين دولار وسو هذه العملية صار لسنة التفقين عليها فإقول لك يلا خلص مليارين شونا وراها رح نجيب لك جسمه رح نجيب لك تبرعات وعمار غزة وقال قال له هاي رح نرجع هاكلها كل شيء نصلح ما صلحت سالك 16 سنة ما سويت مستشفيات ما بنت هاي البلد لا سويت أنفاق وما بنت ملاجع فشوف الشغل والناس الحمقة الذين يتبعون أمثال هنية حمار أجيولوجي أو عقائدي يغمضون عينه وقدما تحدث كل هنية ورط العالم يقول لك لا أنت كافر أنت مجرم أنت صهيوني هاي 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 ما العلاقة تقول له هذا رأيي يا أخي يعني ما عندي رأيي هل أنا حجر ما ما ميفي ماذا ماذا عن القول عن المستشفى تحته أنفاق لحماس ذلك قام إسرائيل بقصفه القول أي ممكن يعني حتى يقال اليوم جتني خبر قالوا أنه الضربة كانت في قراج قراج المستشفى قراج مفتوح يعني وبناية المستشفى ما زالت مش خويفة غريب هذا العدل الهائل من الضحايا المساكين للأطفال غريبة جدا يعني بس هو بكل الأحوال المجرمين هو معروف وإسرائيل المجرم ما هي خصفة أو ما قصص وما اتنين هم أنا برأيي أنه من الفعل هاي الفعل هو مجرم بحق المساكين هم هاي ضحايا كلهم رقبة الإسرائيل ورقبة هنيو وجمات وطبعا من دفعه إلى هذا والسياسي ما به يعني مهما كانت آل ما أحب التحليلات يعني تطلع وتذر يعني أي المشوار طويل للغاية المنطقة أفرغت من المثقفين ولن يعودوا بسهولة هاي لأنه هذا هذا لا يمكن رأيي كيف ما هي الخطة لأن الآن كل الشرطة تحول إلى شرطة تطرح رأيك لك أنت خاءن محسن بس تفتح فمك بس تقول يا لا خاءن 01 يعني أنا مطل طريقة السيمي كوندكتر 01 فقط لا لا تتحدث حلص أنت خافر ملحد ابن كلف ما مالي الاصطناعية تثبت أن الطرف الثاني هو الذي ارتكبها حسب اعتقادي أن كل يكذب حتى المحللين السياسيين لو يتوجه هذا أو ذاك الطرف كلها ما يكذب هو الكذب يعني هو هذا الكذب الطبيعي لأنه أنت سياسي لكن المشكلتنا خلي حملات إعلامية وصير بها كذب معروفة ما لا كل الدول في حالة الحرب كذب يعني كذب تبال تنافق لكن المشكلة موجودة في جذور في كل شيء نرى العالم بطريقة مزيفة ونفهم العالم بطريقة يعني الكذب أدنى الثقافة والفساد أدنى ثقافة والتخوين يعني أصبحنا ككائنات كائنات يعني أصبحنا كائنات ملوثة ومزيفة يعني دواتنا دوات قطيعية فعندما تكون قطيعية فماذا لا بد أن تكذب ذاتك عند أنت تنكر ذاتك وتقول اللهم قني من شر نفسي مثلا نفس اللوامر ما هو الحل الحل هذا قلت الحل أن نتوقف عن تزييف الحقائق أن نقول للبخط أنت مخطئ أن نتبادل الأراء أن لا نسير خلف قائد واحد أن نسمح بالتبادل الأراء ونتفاعل مع العالم ونرفض قتل أطفال واللساء ونرفض تحويل المقاومة إلى مسألة يعني مفتوحا أن نفعل فيها الأفاعل وبحجة المقاومة أوك وبعد ذلك عندما يضربوك تتباك يعني أنت تقرب لا يضربوك لا يقلق هذا النظال وهي يعني مسألة مش غباء لازم نحترونها مسألة يعني قالوا كثيرون أنه ما فعله هنية وحماس مسألة مسألة غباء لا مسألة أعمق منها أعمق من مسألة هو أسلوب حياتها هنا خطورة الموضوع أسلوب حياتها هذا تكتيك قطيعي يعني عندما أقول الدين هو القطيع هو يحول الجماعة البشيرة إلى قطيع معنى المعاني هذا القطيع مستعد للتضحية مستعد لأن يضحي يقدم قرابين لهذا السبب مجتمعات الدينية تقدم قرابين ولا شيء معنى القربان وهذا قربان هذا معنى أنا مستعد أنا قربان مستعد أن أضحي بإبني مثل ما سواها إبراهيم الخليل هذه الفكرة العميقة أنا مستعد أقدم التضحيات من أجل القطيع هذه الفكرة العميقة علينا أن نفع في التالي هو مغبي عندما يصرف هذه الطريقة مغبي على مستوى ضمن نسق القطيع نسق الفكرة القطيع فهذا النسق هو يحتم علي أن يصرف هذه الطريقة ويقول لك لا القطيع دائما يضحي بالأفراد أتابع أحيانا أفلام بالأدغال الأفريقية تشوف قطيع جواميس يأبر النهر قطيع هؤل 20 ألف واحد يأبر وتجد التماسيح تنتظرهم بالطريق كل الطريق النهر ولكن القطيع يصير بسرعة ويضح يأكلون يطيهم يعني هاي قرابين القطيع يطيل القرابين خلاص اخذوها رحب فتستغرب بالتلشي بس هذة فكرة القطيع هكذا إنه ليش أصبح قطيع حتى أتماسك وقدم خسائر أقل فالقطيع الديني هكذا لكي قدم خسائر مش مشكلة كم يعني ما ما مشكلة وهذا صدام أيضا جاب ملايين راح ومن يذكر ملايين ورا قطيع الديني هو نفس القطيع القوم نفس فكرة القوم يعني هي نفس المرض وهذا هو نفس فكرة عندما أنا قتل من الطفل أفرح وعندما تقتل من الطفل أفرح وحتى عندما تقرأ التوراة موجودة هي أصلا هذه ثقافة يهودية هي مالتهم رجلنا عليهم وهم طحوا بها وهم ما زالوا يطبقوها لكن بطريقة محتالة هذه فكرة التترس التترس هذه حتى حديث نبوي قال نصط عليهم بالنين احتمال أطفال يموتون قال هم منهم موجود هذا حديث نبوي على اساس المفهوم التترس اللي تكر يا جماعة تفلاد الحالي الحالي أحسنت تحليل كلام رائع شكرا جزيلا أعتز بكلامك صديقي لكن لا أعرف تقصد على أي شي بالضبط هي صلاة الجمعة مثل صلاة القطية هو طبعا فريتاس صديقي فريتاس هي فكرة التقوص الديني هي تخلي الجميع يشعرون بالانتماء وهؤلاء عندما يحضرون بالجامع أو يصلون في مكان عام فهم يشعرون بالانتماء لبعض يشعرون بأن هناك قوة هائلة يتحول يسير الفرد ضمن القاطيع ضمن الجماعة والجماعة داخل الفرد نحن دائما نخلط بهذه المسألة نعتقد بأن هناك أفراد فرد داخل الجماعة لا بالحقيقة هناك جماعة داخل الفرد نحن الأولوية وهذه مشكلة دائما يؤمن بكلام فرويد وإعتبر رئيس مال فرويد وحتى مرسي إلياد وغيرها لأتم تحليلات خاصة بالدين القضية ليست هكذا قضية أن الدين يزرع الجماعة داخل الفرد بل أن الإنسان يولد يولد كجماعة ومع الوقت تبدأ فرد تتضح لكن كل ما تتضح فرد يتم قمح بدون قمح لا يحافظ على مبادئ لأن الآن أتحدث بماذا هذه اللغة العربية من أين أتت اللغة من أين أتت اللغة دخلت جزء من التكوين الكامل مفردات تعبيرات الإستعارات المجازات كل كلمة أصل كلمة كلمة نفسها أيضا فيها في البدء كانت كلمة هذه الكلمة مدلولات ومطويات وطبقات من المعاني ولها علاقة بين الوعي واللاوعي فكلها ليست لي أيضا أنا عندما أتحدث وعندما تستمعون علي وتفهمون على ما أقول هذا معناها أن هناك جماعة نحن نشكل قطيع جماعة أو نشكل جماعة لديها نظام إشارات وعلامات محددة متفقين نحن عليها جميعا سيصير بعض الله سوف فهم بعض الأشياء لكن كل نحن نظام رمزي معقد جدا من خلال اللغة والحركات والأصوات حتى حركتها فهذه كل نظام ألاقات كاملة معناها ما معناها معناها أنه الجماعة تتضح من خلالي أكثر مما تتضح شخصيتي أمو فعني شخصيتي فقط أنتو تشعرون بالاختلافات لكن بحقي 99% من عندي أو من أي واحد من هو رصيد الجماعة هاي صديق ثقافة القطيع وأنا فكرت أن أقول تعريف الدين هو أن الدين هو القطيع يعني أبسط تعريف هذا يمكن نشوفه صحيح الدين دين معناها يعني العام تعريفات كثيرة لكن هناك مشكلات هذه بحثت في جوجل عن تترس مصيبة المسلمين أبدأ في كل ما هو إرهابي ووحشي هو لازم يعني الدين بدون إرهاب شي ما ما يبقى دين المفهوم الإرهاب معقد هو طبعا لكن دائما ندين الإرهابي ولا ندين الإرهاب والإرهابي هو ابن الإرهاب أين الإرهاب هو تاريخنا بأكم عبارة تاريخ من الإرهاب الذي ما زلنا نفتخر به ولا نعتبر أنا أختم وأشكركم أصدقائي على التواصل مع السلام اشتركوا في القناة